تواقع العدالة في بلادنا ولحماية وجدولة حقوق المتقاضين تتواصل الأيام التشاورية للمنتدايات العامة حول العدالة لمناقشة وتنظيم هذا الحقل من أجل تعبئة الرأي العام الوطني حول أهمية العدالة اليوم مخصص جرسة عمل تضم كافة الفاعلين في العملية الفنية للمنتدايات العامة من رؤساء الورشات الفنية التي ستنطلق غدا إن شاء الله على يوم السبت والأحد والإثنين لات أيام هذه الورشات ستتوزع على ست محاور أساسية المحور الأول يتعلق بشخص واقع العدالة المحور الثاني يتعلق ببيوج العدالة والمحور الثالث يتعلق بجودة العدالة وحماية حقوق المتقاضين والمحور الرابع يتعلق بالسجون والإصلاح الجناي والمحور الخامس يتعلق برقمنة العدالة والمحور السادس الأخير يتعلق بمهنية العدل هذه المحاور رؤساء هذه الورشات يرتئمون يجتمعون اليوم مع المقررين بهذه الجلسات بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الوطنية اللجنة الفنية للمنتديات واللجنة التوجيهية للمنتديات من أجل وضع آلية فنية لتسهير هذه المنتديات الورشة تخللتها مداخلات وتساؤلات من قبل المشاركين من محامن وخبراء غضائيين وممثلي أحزاب سياسية حول رقمنة العدالة ونظام السجون والإصلاح الجنائي وغيرها كما شهدت جلسة خاصة بالشركاء الفنيين لتمكين كافة الفاعلين في قطاع العدل من تشخيص واقع القضاء اليوم يعتبر اليوم الثاني من أعمال المدديات العامة حول العدالة وتميز بنشاطين هامين نشاط الأول متعلق بالاستماع بين الخبراء والمقررين والمدعوين والاجتماع الثاني كان مع الشركاء في التنمية الهدف من الاجتماع الأول هو وضع الخطة النهائية لما تبقى من الورشات الفنية أما الاجتماع الثاني فكان الهدف منه هو إنارة الشركاء الدوليين حول أهمية هذه المنتديات التي تعتبر هي أهم نشاط يحصل في وزارة العدل منذ قيام الدولة الموريتانية نظرا لما يأمله المواطن الموريتاني منها من خلال تسييد واقع العدالة الأيام التشاورية هذه ينتظر منها وضع خارطة طريق زمنية لتنفيذ التوصيات كما جاء في خطاب الافتتاح لرئيس الجمهورية حيث أكد عزمه أخذ هذه المخرجات بعين الاعتبار سعيا إلى تطوير منظومة القضائية باستمرار وترصيخا لقضاء مهني عادل ونزيه يكرس عدالة القانون ويضمن الحقوق والحريات ويكون مصدر طمأنينة للجميع في الداخل والخارج